الآن كل المناطق الريفية السآلة يعني ضيفك الأستاذ عوني ديامي نتحدث عن مناطق الأهوار نعم نتحدث عن مناطق الأهوار تقريبا كل مناطق ميسان اللي هي شرق ميسان وجنوب ميسان هي مناطق أهوار أغلب مناطق محافظة ذيقار الناصرية هي مناطق أهوار أغلب يعني مربين الجاموس حتى في شمال وصر أغلب مربين الجاموس الآن يعانون من مشكلة كبيرة جدا اللي هي مشكلة الأعلاف يعني هذا يفترض أنه الحكومة يبقوا مسؤولية وزارة الموارد المائية ولا فقط مسؤولية الزراعة هذا يفترض يكون موضوع إغاثة الآن يعني مياه هذا المواشي تحتاج مياه صالحة للشرب تحتاج أعلاف الناس هناك بدت يعني حقيقة أنه بدت تتحرك قسم من عدم كبير باع يعني أنا قبل أسبوع كنت بجولة هناك يعني كلام يعني بصراحة مؤلم إذا إحنا ما نحميهم يعني الآن مياه الشرب بكارات كثيرة غير موجودة يعني مياه صالحة للشرب هسه يمكن الإنسان البشر يمكن يقدر خمس لترات لترات ما يشرب مو مشكلة لكن هاي المواشي تحتاج مياه كثيرة يعني الأعلاف مهمة جدا الأعلاف العالم دول العالم تفتخر بأعداد المواشي أعداد الجاموس أعداد الأبقار نعم طيب إحنا إذا هذه كلها راح تنجزر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر